احنا كنواب في اتحاد القوى سندافع دفاعا مستميتا عن رئيسنا السيد الحلبوسي واذا هناك طرق قانونية دستورية لأي اجراء وندعو الاخوان في سيرون وندعو الكتلة السياسية الاخرى ان لا يخربوا العملية السياسية احنا جبنا حكومة مدتها سنة لاجراء انتخابات فمن ردنا نخرب المؤسسة التشريعية ونقحم المواطن بالمشاكل اللي هو حاليا بيه نقحمها باختيار رئيس مجلس النواب اخر السيد الحلبوسي من خيرة ترأسه مجلس النواب في العراق وندفع عنه بالدم وما الرجل ما عامل اي شي خطأ عدتهم ملاحظات قانونية دستورية نتناقش بها حاضرين طيب استاذ كريم اردأ اسيلك سؤال يعني تغريدة للنائب امجد العقابي وهو نائب عن تحالف سائرون يقول فيها على القوى الوطنية الاستجابة لمطلب المتظاهرين في تغيير رئيس مجلس النواب كما حدث مع رئيس الوزراء والتريح بطلب تغيير رئيس مجلس النواب من قبل المتظاهرين هو الفراغ الدستوري الى اخره مطالب المتظاهرين مشروعة يقول لازم نغير رئيس برلمان مثل ما غيرنا رئيس الوزراء لان هذا مطلب من مطالب المتظاهرين شو رأيك مع هذا التغريد طبعا كل احترام للمتظاهرين الكرام اللي قبلوا بلاء حسن في تغيير حكومة كاملة وعدلوا مسار العملية السياسية ولكن وين هم المتظاهرين اللي خرجوا ويطالبون بتغيير مجلس النواب وين هم نشوفهم وين هاي المظاهرات الكبيرة اللي عمت العراق وشو اللي مسوين محمد الحلبوسي فأتمنى على هاي تغريدات ان كانت صادرة فردية فهذي شي خصهم وان كانت صادرة من من زعيم التيار الصدري مختدى الصدر نقعد معانا يتفهم على هواي مواضيع